نروح من الزمالك للأهلي وإيه سر تأخر إعلان الأهلي للقائمة المشاركة في كأس العالم الأندية نتمنى بالتأكيد التوفيق للنادي الأهلي الممسك في كأس العالم الأندية اللي خلاص قريب جدا استفسارات كتيرة جدا عن قائمة نادي الأهلي في بطولة كأس العالم الأندية اللي على الأبواب وليه الأهلي ما أعلنش القائمة لغاية دلوقتي على الرغم يا إبراهيم إن القائمة زي ما أنت عارف ومتابعينك عارفين تم تسجيلها على السيستم كلر رفض أو ما أعلنش عن القائمة بشكل رسمي لأسباب كتير أبرزها إن تعرف إحنا في عصر السوشيال ميديا لو تم أعلن إنه تم استبعاد لها فهتحصل أزمات كتير جدا داخل الفريق أيضا من ضمن أسبابه إنه لم يعلن عن القائمة بسبب إن الفريق زي ما أنت عارف عنده مطش مهم شباب بوليزداد في بطولة دورة أبطال أفريقيا والأهلي ماشي كويز ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي عشان هو مش عايز يعمل أزمة برضو خلينا أقولك إنه قولر بشكل رسمي قرر إنه يصطحب 28 لعب معه في كأس العدن من الأندية ليه؟ 23 و5 زي ما أنت عارف 29 دول مقادين في قائمة البطولة مقادين في قائمة البطولة ليه بقى خدتا ياخد 28 مع لعب السعودية؟ الأهلي هي لعب التحجد لو الأهلي فاز على التحجد يا إبراهيم هيكمل إيه؟ هيكمل لنهاية البطولة عشان كده هو وقت 28 لعب ولو كمل لنهاية البطولة هيطلع من السعودية للإمارات عشان المشاركة في الصبر المصري يوم 23 ديسمبر ولكن بختم معاك القصة دي إن بشكل كبير أو بشكل رسمي السويسري قولر المدير الفاني النادي الأهلي استبعد السنائي أحمد عبدالقادر ويه صلاح محسن ويخدم عفر قائمة كده مودست اللي مودست يعني مستوى عليه علامات استفاهم كتير وخدم عمر السلية اللي رجع بعد غياب طويل وظهر بمستوى ونقول له الحمد لله على السلامة عمر الله يسلمك ووجود بقى أحمد عبدالقادر وقصة عبدالقادر إيه قصة عبدالقادر في الأهلي اليومين دول عبدالقادر أحمد عبدالقادر لعب كبير محدش يختلف عليه ولكن هو لغز محير عبدالقادر كده لعب زي ما نقولك كده ممكن يكون لعب مزاجنجي يلعب شوية يكون خارج تركيزه شوية رغم أنباء كتير جدا إن أحمد عبدالقادر هيكون أول راحلين عن القلع الحمراء بفرامان من السويسر كل الإن فيه كذا عقبة كده تعطل رحيل عبدالقادر عن النادي الأهلي إيه أول العقبة؟ أول يعني العوائق اللي تمنع رحيل عبدالقادر إن النادي الأهلي حتى هذه اللحظة لم تصله أي عروض رسمية بشأن أحمد عبدالقادر بجانب إن رحيل أحمد عبدالقادر هيكون على حساب أحد السبع اللاعبين السبع المعروف إحنا كان المعلومة اللي عندنا كلنا إن عبدالقادر كان عنده عرض فوقت من اللاعات من سبارتاك موسكو هو عنده عرض ما أنا هقولك هو لم يصل بشكل رسمي يعني لجمة التقطيط لم يصل بشكل رسمي برضو عشان تبعارف النادي الأهلي خايف عبدالقادر يمشي يرجع على الغريم التقليدي نادي الزمالك في ظل إن أحمد عبدالقادر كان يابراهيم من ضم اللاعبة إن الكابتل حسين لبيب لمح إنه ممكن يكون لعب في النادي الزمالك الفترة اللي جاي ولكن أنا بأكد عليك إن من الصعب جدا رحيل أحمد عبدالقادر عن النادي الأهلي الفترة اللي جاي ولا إعارة ولا بيع ولا إعارة ولا بيع حتى الأهلي ما جالوش عرض رسمي ومبدأ العرض ده هيكون على حساب أحد السبع اللاعبين المعارين وده هيكون صعب جدا في النادي الأهلي الفترة اللي جاي